البيانات واحد من كتاب الجيد في الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي صفحة تمانون. ابحث المسألة واحد. ولاحظ الجدول الذي يبين عدد الاطفال وما يفضلونه من فواكه. نضينا عدد الاطفال عدد البانات فواكه موز دفاح وليمون. بالنسبة الاطفال فهناك اولاد وبانات. وبالنسبة عدد البانات فقط عدد البانات. الف كم عدد الاولاد الذين يحبون الموز? آآ بالنسبة العدد الاطفال الذين يفضلون الموز هناك خمسة ما فيهم اولاد وكذلك بانات. اذا ناخد خمسة ونقص منها عدد البانات اللواتي يفضلنا الموز هو اتنان. اذن يساوي يساوي تلاتة. ثم بقى كم عدد البانات اللواتي يفضل ما التفاح هو الليمون. نرجع للجدول بالنسبة التفاح عدد البانات هو اربعة. اذا نكتب اربعة. والليمون عدد البانات هو خمسة. زائد خمسة. يساوي تسع. اذا تسع بنات اللواتي يفضلنا منهن من يفضل التفاح ومنهن من يفضل الليمون. المسألة رقم اتنان. سجل تاجر ما باعه من علب السكر خلال اسبوع في الجدول التالي. التالي. هذا هو الجدول. ايام الاسبوع. وعدد علب السكر. الف. احسب عدد علب السكر التي باعها التاجر خلال يومي الاثنين والتلاتة. بالنسبة ليوم تلاتة. خمسة وعشرونة. علبة. ثم انضف عليهم. عدد العلب يوم التلاتة ليها واحد واربعون. اكتب زائد واحد واربعون يساوي ستة وستونة علبة. احسب عدد علب السكر التي باعها التاجر خلال الاسبوع. بالنسبة الاسبوع. آآ عدد العلب التي باعها بيوم الاتنين. هي خمسة وعشرون. زائد يوم تلاتة واحد واربعون. زائد اربعة تسعون. زائد واحد وخمسون. يوم الخميس. يوم الجمعة تلاتون. ثم السبت تمانون علبة. ثم الاحد مئة وخمسون نجمع الكل ويساوي. المجموع يساوي اربعمائة وسبعة وستون علبة. اتمرن مسألة تلاتة صفحة واحد وثمانون. ولاحظ ما تم توفيره من دراهم او من دراهمة ثم اكمل. وفر اول عندنا جدول التوفير بالدراهم. نادية يوسف وطارق الاتنين تلاتة الاربعة والخميس. وفر يوسف يوم التلاتة يوسف يوم تلاتة اتنى عشرة درهما. ثم وفرت نادية يوم الخميس. نادية يوم الخميس عشرة دراهم. لم يوفر طارق اي درهم يوم بالنسبة للطارق لم يوفر اي درهم يوم الثلاثاء. ثم نكتب الثلاثاء. ثم المسألة اربعة اتعرف عدد الادوات ثم اكتبها في الجدول. لأحمد اتنى عشر قلما ملونا. واربع اقلام حبر وتمان دفاترة وست كراسات. لزينبا خمس كراسات وستة عشر قلما ملونا. وتلات دفاترة وتمانية اقلام حبر. الجدول. بالنسبة لأحمد. هذا الكراسات هو ستة. نكتب ستة. الدفاتر تمانية. اكتب هنا تمانية. واقلام حبر اقلام حبر اربعة. ثم اقلام ملونا اتنى عشر قلما ملونا. وبالنسبة لزينب. كراسات خمس كراسات. دفاتر. ثلاث دفاتر. اقلام حبر. تمانية اقلام. ثم اقلام ملونا. ستة عشر قلما ملونا. ثم المسألة خمسة يبين الجدول عدد التلاميذ والتلميذات بالقسمين في المدرسة او في مدرساتين. هذا هو الجدول. القسم الاول عدد الاولى التمانية عشر. عدد البنات اتنى عشر. القسم تاني سبعة عشر بنسبة الاولاد واربعة عشر بنسبة البنات. الف كم عدد الاولاد بالقسم واحد. بالنسبة الاولاد بالقسم رقم واحد هو تمانية عشر ولدا. نكتب تمانية عشر ولدا. ثم كم عدد البنات بالقسمين. واحد والقسم اتنان. اذن بالنسبة البنات. القسم الاول اتنى عشر البنت. كتب اتنى عشر. ثم اربعة عشر. اذا زائد اربعة اربعة عشر. من ستة وعشرون ونكتب ستة وعشرونة بنتا. المسألة ستة صفحة اتنى وتمانون. تناول علي وابوه وجبتي دجاج ولحم. احسب ما سيؤدياني. دن وجبة الدجاج. ثمها خمسة وثلاثون. درها نكتب خمسة وثلاثون. ثم وجبة اللحمين وهي تسعون درها. اذا نضيف خمسة وثلاثون على تسعون. خمسة زائد صفر خمسة. تلاتة زائد تسعة اتنى عشر. اذا ما سيؤدياني هو مئة وخمسة وعشرون درها. ثمان. مسألة رقم سبعة يبين جدول عدد زوار خزانة عامة. الجدول يبين الزوار وهم من يتكون من رجال ونساء واطفال والايام هي الاتنين وتلاتة والارباحة. الف ما عدد زوار الخزانة يوم الثلاثة. بالنسبة ليوم ثلاثة. خمسة عشرة رجلا زارة الخزانة. نضيف عليها تمام مساء. ثم تلات اطفال. نسوي ستة وعشرون. اذا عدد زوار يوم ثلاثة هم ستة وعشرون زائر. ما عددوا الاطفال الذين زاروا الخزانة خلال الايام الثلاثة. عدد الاطفال وهو بالتالي. بالنسبة اليوم الاتنين ستة عشرة طفلا. نكتب ستة عشر زائد. يوم ثلاثة ثلاثة اطفال. ثم يوم الاربعة تمان اطفال. نسوي سبع وعشرون. والتالي عدد الاطفال الذين زاروا الخزانة خلال هاد الثلاثة الايام هو سبع وعشرون طفلا. جيمة هو اليوم الذي عرف اقل عدد من من زاروا الخزانة. بالنسبة اليوم الاتنين عدد زوار هم عشرة زائد اطنا عشر زائد ستة عشر تمانية وتلاتون زائر. ثم بالنسبة التلاتة اللي وجدناها هي ستة وعشرون زائر. ويوم الاربعة سبعة زائد عشرة زائد تمانية خمسة وعشرون زائر. اذا اليوم الذي عرف اقل عدد من الزوار اه او الذين زاروا الخزانة هو يوم الاربعة لان يوم الاربعة فقط خمسة وعشرون زائر. نكتوب يوم الاربعة. ثم المسألة تمانية صفحة تلاتة وتمانون. الاحظ ما تم صرفه من الدراهم ثم اكمل. ندلنا جد والمصرف بالدراهم بالنسبة لزينب ويونس وعلي يوم ايام الاثنين ثلاثة الاربعة والخامس. السؤال صرف يونس يوم الاربعة. يوم الاربعة. بالنسبة ليونس اتمة عشرة. ندلها من اذا نكتب اتمة عشر. صرف علي يوم الاثنين. بالنسبة لعلي. يوم الاثنين. صرف تسعة دراهم. اذا نكتب تسعة دراهم او. ثم لم تصرف زينب اي درهم من يوما. بالنسبة لزينب. يوم الاثنين لم تصرف اي درهم. نكتب الاثنين. مسألة رقم تسعة. اقرأ الجدول واكمل. لدينا الجدول. خانة بها احمد زينب ثم الاراني بدجاجات بطاط خيول. في مزرعة احمد خيلا. ننجل الملح الجدول. بالنسبة الاحمد اتنى عشرة. نكتب اتنى عشرة حيلا. وبالنسبة البطاط. اربع بطاط. ودجاجات. تمان دجاجات وارانيب ست ارانيب. ثم في مزرعة زينب. ارنبا. لدينا خمسة ارانيب. والخيول ستة عشرة خيلا. بنسبة الدجاجات. تلات دجاجات. والبطاط تمانية. المسألة رقم عشرة. عدى رشيدو الاشجارة في بستان ابيه. بالنسبة الاشجار في البستان. شجر الليمون هذا دهو اتنى خمسة عشر. التفاح تمانية وعشرون شجرة. اللوز خمسة واربعون شجرة. الجوز ستة وثلاثون آآ شجرة. ما هو او ما مجموع الاشجار في البستان? ادن مجموعة الشجر هو خمسة عشر زائد تمانية وعشرون زائد خمسة واربعون زائد ستة وثلاثون. تساوي مئة واربعة وعشرون شجرة. بقام الاب بسقي ستة وثمان وشجرة كان بقي من شجرة بدون سقي. اذا نأخذ مئة واربعة وعشرون لهو عدد الاشجار باكمالها. النقص منها ستة وتمانون شجرة شجرة التي سقيت. ما ساوي ساوي تمانية وتلاثون شجرة. اذا تمانية وتلاثون شجرة هي التي بقيت بدون سقي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة